اشتركوا في القناة مشت والعمر راحوا ياها بسكوت أخذها الموت مني شقد بعدها أمي أمي أعز ناسي أسرق في صوت راحت ما أظن واحد يردها سألت الموت قلت لش بيك يا موت خذت مني العزيزة اللي تنتودها قال الموت أنا أكبر من الحوت ألهم بالبشر والبد بسدها قبلك عاتبوني منين ما فوت لكن حقنا وهذا وعدها بدايتي مع الشعر الشعبي كانت سنة 1980 ولكن قبل 1980 كان لي محاولات بسيطة عندما كنت أتابع وأقرأ الشعر الشعبي على الدواوين الورقية مثل ديوان عريان السيد خلاف وكريم راضي العماري كاظم سماعي للقاطع فبدأ الإلهام يتحرك في مشاعري حيث بدأت وأكتب في تلك الأوقات ولكن بداياتي كانت في 1980 حيث انتميت إلى جمعية الأدباء الشعبيين فرع ديالة هذه الأمور سحبتني إلى أن أنتج خلال تلك الفترة رغم عدم وجود الطباعة بشكل كافي والأمور التلفزيونية أو الأمور الأخرى باستثناء الإذاعة نعم واشتركت في ذلك الوقت في كثير من الأماسي التي تقام في بغداد مع شعراء كبار مع عريان مع كاظم مع كريم راضي العماري الذي كان في وقته أمين سر جمعية الأدباء الشعبين في العراق فبدأت من خلال الاحتكاك والملامسة مع هؤلاء الأشخاص ببلورة هوايتي وإمكانيتي الشعرية وشخصيتي الشعرية حيث بدأت بمسيرة أنه أنا كتبت النصاري بطريقة فريدة من نوحة كانوا الشعراء قبل يقتصرون إلى أربع أبيات ويبدأون بجناس ثاني وإلى أربع أبيات أخرى ولكن أنا انفردت بهذا الموضوع وبدأت أكتب النصاري بطريقة جميلة جدا وبنظم جميل جدا وأعطيك واحدة من هذه القصائد في بداياتي تقول طير طيرانه وطحت من عشي بساع قصريشي الوقت من فوق المتون لا روحي تود العيش بالقاع ولا أقدر أطيراً فوق الغصون صار البوم حتشي حتشي لسباع وأنا الحر صرت حدر اللي يسحقون أثار طبوح هاي لدنيا خداع غلطان اللي يحسوا بروحه مامون يا وصف الزمن بيشتروا باع ضعيفه وصرت عند الما يرحمون قعدوا جسمون ثلاث وارباع قعدوا للذبح يمين طرون ما أصبح سميني ولحم شباع يوم بيوم بظلوعي يحسبون وانا مناطر أخوتي بساعة وداع ها بلكت يسمعوني ويحضرون طاح الجان عالي والخبر شاع بيها تلومني وبيهم يعذرون يا وصفع الأخوي وياي ما جاع يا وصفع الأخوي وياي ما جاع هذاك الجان يشرب ماي العيون أشويوم انطحت ما صاري ليشراع وانا العيون عند الدنيا يتهون هذاك الجن تحسبن الإضراع صفعات الطبق وياي اللي ضدهم الشاعر من ين يولد ينولد من رحم الفقر من رحم المأساة من رحم العوز وإلا المطرف لا يصبح شاعرا الشاعر من الفقر وشاعر شعب يحكي معاناته ومعانات شعبه ومثل ما تفضلت في قصيدة أخرى تقول قريبة للوطنية رغم أني في مكانه هذا داري لكن مع الأسف هذا الدار تجاوز تقول الدار اللي عنده بد ما تنحس في دار صحيح ببيتي بس هم قاعد يجار ندفع دمنا حتى بقاعنا نعيش ولو دمنا اللتر ما يسوى دينار المهم تاريخ عدنا وبي حضارات العطش والجوع ذنب عيننا صغار وشي سوى الشعب بالخفزة والماي الشعب يأكل حضارة ويسرب آثار أسمع بالعمار وبيتي مهجوم وبس برض المعالم شفت العمار وشنو معنى وطن كان أخضر بيوم شنو هو المهم اللي كان لو صار تراه القصة مو قصة حضارات ولا قصة من اللي يصفت حجار من فتحت واني بنص حضارات بس بقاع حس بنفسي خطار وحضارة شنو واني بليلي ما نام وقف بباب بيتي وداخل نذار لأن يمنى الأمن مات ودفننا وصار الجار ما ينعاف يمجار أريد أسأل مثل ما تسأل الناس ومثل كل من بقاعه ما لأمتار همين حسب عندك موطن وبيتي ذا راس الشهر ما تدفع يجار ومنو ينسينهم كل غالي مدفون وإحنا بكل شبر خلينا تذكار وذا تنظام حرة وتنتخي به حمورا بينا يقدر ياخذ الثار وتقدر سومر تكف دمع الأيتام ويقدر يشفجر حل بينا عشتار لوين أبقى بحلم واستخدم سنين وغايب حتى عن نشرات الأخبار أظل فاقد أظل فاقد وطن خاطر عبارات ما يخطر ذكرهم بس بالأشعار أظل الله نحسب بطابوك آشور والناس بعلمها سعدة أقمار للمريخ وصلت عافة القاع وأنا بتقسيم قاع الهس محتار مو كل بلد بيه تاريخ معمور ولا كل بلد ما بيه يعني منهار يصح عندك بلد كل عمرة يومين الإمارات يصح عندك بلد كل عمرة يومين جنة تشوفه في وماي واشجار وإحنا بنص بلد رغم الحضارات يا صوب التصد لتشوف بينار كانت لمشاركات كثيرة جداً وكبيرة من بداية حياتي الشعرية إلى زمننا هذا لكن الأهم والمهم من كل هذه شاركت في برنامج شاعر شعراء العرب الذي أقيم في سوريا عام 2007 وكانت عدد المشاركين من الدول والدول المشاركة كانت عشر دول مشاركة من ضمنها سوريا ومصر واليمن قطر السعودية عمان الكويت الأردن فكانت هذه المشاركة مشاركة كبيرة استمر للبرنامج هذا والمسابقة لمدة شهر استحوذنا كعراقيين وأنا كشاعر عراقي وهذا شرف لي كبير أن أحول هذا البرنامج إلى دعم للقضية العراقية للجرح العراقي الذي كنا به أبان 2007 وإنت تعرف الحالة بال2007 كانت الأمور كل شمر بك في العراق قتل تهجير وأمور أخرى نلتو وهذا شرف كبير على المرتبة الثانية بعد شاعر الهاجر السعودي الذي احتل المركز الأول في هذا البرنامج وشاركت في العديد من المهرجانات القطرية في العراق شاركت في كل المحافظات على مستوى الشعر الشعبي كان لي حضور متميز شاركت في كثير من المهرجانات العربية التي أقيمت في المغرب في الأردن شاركت في آخر مهرجان لإفراء آيسيوي بالسنغال مع رابطة المبدعين للعرب شاركت بأكثر من مهرجان في هذه المناسبات وأخيرا وأبان الزمن كارونا شاركنا عن بعد في مهرجانات أخرى في هذه المحتفلات التي مرت عليها في خلال هذه الفترة حصلت على كثير من الجوائز كثير من الجوائز أهمها ثاني شاعر شعراء العرب حصلت على أغلب الأوسمة والدروع من المغرب، من الجزائر، من تونس، من مصر ومن العراق معاناتنا فريدة من نوعها في العالم في كل بلد من بلدان العالم الشاعر يقدر تكون له مكانة في المجتمع الصحفي، الفنان إلا في بلدنا كل هذه الشرائح مهمشة ومهمشة بطريقة لا تطاق بينما هم بنات الوطن، هم الوحدويون، هم الذين يؤسسون مسار الحياة في المجتمع العراقي أو في المجتمع العالمي أو العربي للأسف هذه الشرائح مهمشة جداً مهمشة، يعني تصور لا رواتب، لا مقر، لا أبسط الحقوق التي نستحقها منحناها من هذه الدولة همومنا كبيرة، أبسط الأشياء كانت منحة للأدباء، حضرتك تعرف، والصحفيين، والشعراء، والفنانين استقطعت بحجة أنه تقشف يعني رجعوا على الشاعر اللي يأخذ 80 ألف دينار بالشهر منحة مليون دينار بالسنة، والله أنا حس بها عب عب على الحكومة أن تكون هذه هي القيمة للشاعر والصحفي والفنان والأديب عب، يعني إلى متى نبقى؟ لا مقرات إبراسة خير، لا عدنا أماكن ترفيهية أو نواج أو أمور أخرى لا عدنا استثناءات بالدولة، أي استثناء ماكو، وكأنما شاعر حال أي عامل بسيط في دوائر الدولة أمنياتكم؟ أمنياتنا؟ أمنياتنا مثل ما كنا نتمنى أن يكون العراق عراقاً جديداً، مزدهراً، قوياً، شامخاً أن يكون الشاعر والأديب والفنان حال هذه التسميات الكبيرة عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الشرائح عليهم أن يقيموا هذه الفئات التي خدمت العراق خدمته بدمها، وضميرها، بكلمتها، بقلمها، هكذا عليهم أن ينصفون مثل ما أن ننصفهم كدولهم عليهم أن جايني عليهم أن جايني وشلك علي قضيت العمر دمعاتي بأيدي لا تعتذر، ما ريد اعتذارك ولا في بالي أبقى بانتظارك إيدك مستحيلة تمس إدي عليهم أن جايني وشلك علي ازعل، انزعج ما ريد أشوفك غربلتك بداية بكل ظروفك لقيتك سم سم ومقسوم نصة لقيتك سم سم ومقسوم نصة وجرعتك من جبر ودري غصة لا تبرر لحالك على القديمات لا تبرر لحالك على القديمات سألوني عليك وجاوبت مات ما معقول أقول لهم خطيئة علي من جايني وشلك علي بالنهاية اللقاء كانت لنا هذا اليوم برنامج جولة مراسل في حلقة استثنائية مع شاعر ديالة ورئيس جميع الشعرات شعبين في ديالة ياسين آل زيد نشكره جدا على حسن الضيافة والاستقبال ورغم القصائد التي أوجعت قلوبنا بصراحة شكرا شكرا